موسيقى صراحة الوحدة يعني كان بالبداية صعبة بس حاولت أنه خليها تكون حافز لقلي وشيء إيجابي لقلي موسيقى اسمي جماعة حمادي من مدينة ثلاثية عمري سبعة وعشرين سنة دخلت عالمانيا بألفين وخمسة عشر كان وقتها عمري تمنتعشر سنة لما بلش بتركيا كنت بمدينة أنطاكت علمت الإحلاقة هونيكا بمحل كان كبير كتير كان عمري لما بلشت بالإحلاقة كان عمري خمسة عشر سنة كنت ما بعرف أبداً شي بالمهنة لأن طلعت طالب مدرسة كنت صف تاسع وطلعت من هونيكا كنت طالب مدرسة يعني من سوريا ولما دخلت بالإحلاقة يعني كانت أبداً ما أنا مهنة بلشت بالكناسة وبالتقديم قهوة وشاي ومن هالحكي بعد ما طلعت على ألمانيا كانت الرحلة كتير كتير صعبة من أصعب الرحل يعني أصعب المراحل كانت بحياتي كنت عم بتعلم ألمانيا ووصلت للمرحلة لـ Bay 1 أول شيء بالهوني كنت أنه نفاية أرجع فوت بنفس المشروع يعني نفس المشروع اللي أنا كنت مخططه براسي هو الإحلاقة بألمانيا اللي بدي يفتح محل هون أول شيء لازم ما بيها السهولة أبداً أبداً بدك أول شيء تدرس المهنة دراسة يعني أول شيء لازم تخلص أوص بالنك هو تدريب مهني اسمه بسوريا بس عندنا بسوريا قليل هون ثلاثة سنين لازم تصوي ثلاثة سنين متواسطين دراسة وشغل وبعد ما تخلصه بيحقلك بس تشتغل وليس تفتح محل وبعد ما تخلص أوص بالنك بيحقلك تصوي مايستر اللي هو سنة يعني صعب كتير كتير يعني مرحلة كتير صعبة تصوي يعني اللي بيسوها بدك سنة كاملة تصوي بس تاخد شهات المايستر بحقلك تصوي تفتح محل خاص بك بدأت كتير كتير بسيط كرسي لحالي اشتغلت لحالي بالبداية والحمد لله يعني من توفيق الله من توفيقه يعني رضا الأهل يعني يعني هو شوي شوي كل ما جمع شوي قدم حوالي أكتر الحمد لله صار عندي أربع خمش يعني شغيلة بيشتغلوا الحمد لله ومن هذا الشي يعني شوي شوي هو كل فترة وفترة معاني فتحت أول كورونا ابتداء كورونا يعني وكان فترة كتير صعبة بعد ما فتحت في 15 يوم سكرت وبعد شهرين كمان سكرت يعني كان كتير كتير فترة صعبة يعني وانجبارت على دفع الإجراء وهذا بس الحمد لله الله ما يعني توفقنا واشتغلنا وفتحنا وهلأ إن شاء الله على أكتر يعني ناوين ناوين على أكتر إن إن شاء الله أفتح أكتر من محل وصوي شركة لحالي لأنه أفتح يعني أنا صنيع البضاعة نفسي إن شاء الله أنا بيعي تكون بضاعة من اسمي إلي بضاعة المحل كال واكس شامبو جيل أي شيء موسيقى زبايني هوم لنسبة تقريباً 70 يعني من 60 إلى 70% أكتريتها ألمان بريقنسبورغ هون يعني لأنه منطقتنا ريقنسبورغ نسبة العرب قليلة كتير فيها مامة غيرة يعني الفرق ما كتير معلم بس إن الألماني ما بيحكي كتير ما بيقول بدي كذا بدي كذا بيعرف إنه هاي مصلحتك خلاص بيجي بيقلك حلاق عمل لي أبداً ما عنده حكي لأ هون أكتر لأ هون يعني العربي شوي بدا بس يعني هاي مصلحتنا بالأخير يعني ما عندي أي نجيتي ما عندي أي مشكلة يعني أمري صار 27 سنة ونصلي سنتين متزوج صراحة وإن شاء الله جايني مولودة عن جديد يعني الحمد لله إنجاز الواحد عطول بيتمح لأكتر إن شاء الله بس الحمد لله إنجاز منيح لحد الآن يعني بتصنف حالي مع غيري بحس حالي إني نوعاً ما عملت شي أحسن من غيري وأنا من نوع اللي بحب إنه شوف حالي أحسن ما إنه أحسن إنه بحب شوف إنه سوي شيء